عائلت شراب والاكتار تدعوان إلى التحرك الفوري للتحقيق في مصير ابنيهما وتونس تطبوا رسميا من الحكومة إشكالية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس محور دراسة ترحتها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اليوم في ندوة صحفية بحثت خلالها عن حلول آلية وتشريعية تتماشى حاجية هذه المؤسسات في دراسة اعتمدت على عينات المتكونة من 557 مؤسسة صغرى ومتوسطة متمركزة في جهات تونس الكبرى والشمال والوسط والجنوب الشرقي وشمال والوسط والجنوب الغربي وصفاقس تطرقت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية إلى الصعوبات التي تشكو منها هذه المؤسسات والمتعلقة بالتمويل 15% برك من التمويل المنكي ماشي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يعني هذه أشكال المؤسسات الصغرى والمتوسطة عندها صعوبات بش تاخذ التمويل دونك ما تنجمش تتعامل وتتطور وتقوم جابة للمصاريف اللي عندها ومن خلال هذه الدراسة تسعى كونفدرالية إلى إيجاد حلولا تتماشى واحتياجات هذه المؤسسات لضمان استمرارها وإمكانية التعريف بها وحتى انتصابها في الأسواق الخارجية المقترحات تكونوا موجودين أليات يدعموا الموارد المالية للمؤسسة الموارد الذاتية لكابيتو بخوبخ بش يقع التوازن في المؤسسة وتنجم تشتغل بصيفة معناها بأرياحية هذا وسيقع تقديم الدراسة بشاركة مع برصة الأوراق المالية الأسبوع المقبل لترحي هذه الإشكاليات والمقترحات اشتركوا في القناة